غارات مكثفة وقصف متواصل فرقت ألة الاحتلال العسكرية بكافة أنحاء القطاع المكلوم إذ بدت الأمور أكثر سوءا خلال الأيام الماضية عقب محاولات إسرائيلية بالسيطرة على جميع مدن غزة وتسريع مخططها نحو إبادة كامل القطاع المحافظات الشمالية بالقطاع والتي تعاني من انتهاكات مكثفة زادت وطيرتها منذ الخامس من أكتوبر الماضي تنوعت بين حصار وتجويع وقصف عنيف شهدت مجازر عدة بمدينة بيت لهيا أسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين فضلا عن الحصار المستمر لمستشفى كمال عدوان الأوضاع في مدينة غزة لم تكن أفضل من الشمال إذ لجأت قوات الاحتلال لعمليات الاستهداف المباشرة حيث أطلقت النار بنحو متتابع على حي الصفطوي كما قصفت منزلا سكنيا شمال غرب المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الصبرة جنوبي المدينة وبالاتجاه نحو وسط القطاع وتحديدا قرية الزوايدة ومدينة دير البلح إلى جانب مخيم النصيرات فقد استهدفت طائرة الاحتلال المدنيين ومنازلهم ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات في حين عجزت طواقم الدفاع المدني عن الوصول لضحايا تلك الاستهدافات كما أفرغت زوارق الحربية للاحتلال نيرانها صوب المواطنين بالقرب من الشواطئ أما في خان يونس جنوب القطاع فآلة الاحتلال لم تتوقف لحظة واحدة على مدار ساعات ليل الخميس إذ شنت غارة على بلدة خزاعة كما قصفت مناطق أخرى شرق المدينة المكلومة انتهاكات وتجاوزات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تركزت معظمها بقطاع غزة تلك الشوكة التي تقف حائلا بين إسرائيل وأطناعها الاستيطانية